النهاردة بقى في حياتنا الطيبة يقولك انت عارف الدولار وسال كم طيب ماشي طب انت عارف كيلو اللحمة بقى بكم طب هو انت عايز توصلني للايه طيب رزقي مهدد انا رزقي مهدد مش عارف اجوز العيال يعني مش عارف ادخلهم المدارس مش عارف اأكلهم طيب تعالى نشوف الحكيم الخبير قال لنا ايه مين عايز يتطمن على رزقه مين عايز يحيي حياة طيبة مين عايز يحج بس انا معايش هيحججك انت بتقول لي والله العظيم هيحججك عايز تعج اه معكش هتحج واحدة واحدة نفسك في ايه اسطر بناتي بنات جوز بناتي طب ما بناتنا في ستر وزي الفل ايه ايه يعني معلش بمصطلحاتنا اقول لك انا عايز استر بنت عايز اجوز اطمق ايش ده رزق جوزت العيال ربنا يمن عليها كده وتحمل وتخلف ويجيب عياله ده رزق برضو سعى يلا خد معي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بقول وقل لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق الناس لو تنضبط الناس لو تستقيم الناس لو تمشي عيدل النبي واحد رحله بيقول له قل في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك او احدا بعدك احدا غيرك او احدا بعدك قال اقول امنتوا بالله ثم استقب تمشي حاجة غلط تمشي حاجة غلط لا للغش لا للسرقة سرقة المال العام لابد من اتقان العمل لابد من قضاء حوائج العباد خف ربنا في لقمة عيشي ما مدش ايدي زي ما البعض بيمد ايدي لا ما اخدش ازيد من حقي لا امشي صح وقال لو استقام ربنا قال كده في القرآن لو الناس تنضبط حيرزقه اقرأ كده معايا في سورة الاعرف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش بركة واحدة بركات من السماء والارض انا في بداية حديثي مع حضراتكم قلت ان الحياة الطيبة ممكنة حتى لو العالم كله ملتهب ربنا هيحييك حياة طيبة ازاي ازاي دي ما تتقلش الربنا وجبنا مثالين على ايتين في القرآن قالك اهل مكة كانوا قاعدين امنين في حرم في حرم امن ويتخطف الناس من حولهم ربنا من عليهم بالامن رغم حواليهم مخاطر عن منهم اكراما اكراما للحرم ولبيت الله شوف واللقطة التانية ده بالنسبة للان اللقطة التانية بيذكرهم بنعمه سبحانه بيقول الحرم ده المكان ده يجبى اليه الثمرات وكل شكل حاجة موجودة رغم انه الادوات والوسائل شوف ازاي والثروات الطبيعية مفيش بس فيه رز جي منين ده يا رب قال رزقا من لدنا رزق الدودة في بطن التربة الطير رزقوا مش هيبزقنا احنا بس ايه رقم واحد الاستقامة ايه الاستقامة في الحياة الطيبة انا ماشي معاكو في استقامة اللسان لحد دلوقت النبي بيقول ايه لا يستقيموا ايمانه عبد حتى يستقيم قلبه عشان تبقى مؤمن لازم القلب يبقى مؤمن ويستقيم ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يبقى لازم اللسان يستقيم مغلصش بحد مشتمش حد مجذبش مفيش نميمة مفيش تحدث عن اعراض الناس مفيش ايذاء الناس المسلم ومنسلم الناس من لسانه الناس تسلم من لسانه في حاجتين مهمين قوي مشاكل اللسان اللسان عنده مشكلتين مش مشكلة واحدة اللسان عنده جريمتين جريمة الكلام والجريمة السكوت يا خبر تخيل الناس متخيلة ان لسان مشكلته فيه الكلام الكذب الغيبة فقط يعني النميمة ها الخوض فيه اعراض الناس اللغو الكلام لا ما هو فيه جرائم تانية دي اسمها جرائم الكلام فيه بقى جريمة السكوت ما هو في بعض المواقف السكوت جريمة ها طبعا تساكت عن الحق شيطان اخرص ها مش قال لي ولا تكتم الشهادة اهو يبقى كتم الشهادة جريمة يجيش هدول لا يا عم أنا مالي وما القصة دي انت دعيت للشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه شفتو ازاي فالقرآن قال لي عشان تحيي حياتها يرى رقم واحد استقامة وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قلت له طيب أنا نويت الاستقامة قال لي الإيمان مش هيستقيم إلا لو القلب استقام طيب نسعى لاستقامة القلب قال لي عمر القلب ما هيستقيم النبي علمنا كده ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم اللسان يبقى لازم اللسان يستقيم وقلنا يستقيم في حكتين يستقيم في حالة الكلام ويستقيم في حالة الصمت الصمت في موضعه جميل وفي غير موضعه جريمة زي اللي كتم الشهادة زي اللي سكت عن كلمة الحق شوفيز داي ما دي غريم